حياكم الله وإلى التفاصيل دان الأردن بشدة التفجير الإرهابي اللا إنساني الذي استهدف المواطنين الأبرياء في منطقة البيع جنوب غربي العاصمة العراقية بغداد يوم أمس وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الإرهاب يهدد أمن واستقرار العراق داعيا إلى تكامل الجهود ونصرة العراق في التصدي للإرهاب وكانت بغداد تعرضت إلى هجوم إرهابي بسيارة مفخخة وقع في أحد معارض السيارات بغداد مرة أخرى على موعد مع الإرهاب ولكن هذه الضربة هي الأكثر واجعا منذ بداية العام وذلك لما خلفته من قتلى ومصابين بلغ عددهم العشرات فالإرهابيون اختاروا هذه المرة منطقة تشهد حركة تجارية مرتفعة وبتوقيت تكون فيه بذروتها فما كانت الساعات تدق الرابعة من عصر الخميس حتى انفجرت أحد السيارات المركونة في منطقة البيع المباشر لأحد معارض بيع السيارات في منطقة البيع بالعاصمة شهود عيان في الموقع بدت عليهم الصدمة من هول ما خلفه التفجير من ضحايا كان من أبرز مظاهرها الجثث المتفحمة والأشلاء المتناثرة ثلاثة تفجيرات إرهابية استهدفت العاصمة العراقية في الأيام الثلاثة الأخيرة وتبنتها جميعها عصابة داعش وكان من بينها تفجير معرض السيارات هذا وهو الأكثر دموية من بينها وقد جاءت هذه التفجيرات على وقع معركة الموصل ومع رفع القوات العراقية لسوية عملياتها واستعداداتها لتحرير الأحياء الشرقية من المدينة وبعد الانتصارات التي أحرزتها على العصابة الشهر الماضي تفجير بغداد الذي كان محل إدانة دولية واسعة قابله دعوة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى اجتماع أمني طارئ كما أنه تزامن وارتفاع الأصوات المطالبة بتحسين واقع الخدمات التنموية وإجراء إصلاحات سياسية في البلاد تعاملت كوادر مكافحة المخدرات في محافظة الكرك مع أحد المطلوبين الخطرين المسجل بحقه 14 طلبا في عدة قضايا أمنية حيث أدى اجتباكه مع رجال الأمن إلى مقتله بعد إصابته بعيار ناري إدارة الإعلام الأمني بيّنت أنه بعد جمع المعلومات المتعلقة بالشخص المطلوب وتحديد مكانه تم نصب كمينا لضبطه إلا أنه قاوم رجال الأمن وحاول الفرار بمركبته فصدم مركبة تابعة للأمن العام محاولا دهزة طاقم الكمين وعليه قمى فرق المكافحة بإطلاق النار تجاهه ما أدى إلى إصابته وبعد نقله إلى أحد المشافي لتلقي العلاج فارق الحياة قرار الحكومة الأخير المتعلق بتوحيد الضريبة على مادة الكنافة عند نسبة 16% أوجد حالة استياء عامة لدى أصحاب المحال والمواطنين على حد سواء لأنهم رأوا فيه مساسا بطبقة الفقراء والطبقة الوسطى فقد أشار أصحاب محال حلويات إلى أن هذا القرار الحكومي سيؤثر بشكل مباشر على مبيعاتهم الأمر الذي سيلحق ضررا كبيرا بهم وبالعاملين في هذا القطاع وكان قرار توحيد الضريبة على مادة الكنافة بنسبتها الجديدة اشترط أن يكون المحل العامل في هذا المجال خاضعا إلى حد التسجيل الضريبي البالغ 75 ألف دينار طبعا رح يأثر على الشغل ورح يأثر على المواطنين نفسهم اللي بدهم اللي باكلوا كنافة كل يوم يعني المساكين اللي بيجوا على الدخلة بأخذوا نص وقية كنافة كل يوم بدي يصير ممكن يصير ييجي يوم بعد يوم ممكن يصير ييجي كل يومين وهذه الأضاريين اللي هم ييجوا يأخذوا نص وقية كنافة بستين كرش يعني ممكن أن يؤمن ستين كرش وبيعتبرها فطور إلوهاي اللي بتضرر فيه المواطن الفقير هم كانوا ينادوا بأنه المواطن الفقير لن يحصل على أي تضرر من ارتفاع الأسعار وأنا بعرف أنه من يأكل لهذه الحلويات هو المواطن الفقير والله يا خاري احنا ناس يعني عند المقاعدة حالنا الناس الغنية والله يبتوكل وتشرب والله احنا نطفرنين والله يبكسة البندورة احنا حبينا نأخذها حبينا نأكل حبينا نشرب من طعم أولادنا كنافة يعني بالسنة مرة وأتمنى أن أجيبها لأيبني أتمنى أن أجيبها لأيبني يا أخوان يا ناس يا عالم ارحمونا وشان الله يرحمونا معظم الأسعار والله مغلينا علينا احنا كمان حتى البندورة غليت والخضرات غليت حتى كل شي غلي والله بنعرف نشوف بنأكل بعد هيك حتى احنا كمصريين والله هون ندفع نص الأسعار اللي كنا ندفعها الأول ارتفاع الأسعار هايذ اللي مشجعها التجار كل التجار اللي مشجعيتها على ارتفاع الأسعار اللي هي الدولة يعني قالوا الدخاء بنا نرفع كل المحلات سكروا على الدخان قالوا بنا نرفع الكنافة تبع الكنافة الله بقول لك خشنا ما فيه نعمة ما فيه فيش غير مبرومة كل الحكومة هي فتحت لهم الفرص استغلال للمواطن مش الحكومة اللي بتتجع التاجر باستغلال للمواطن والله هي كنافة هي وقفت على كنافة من كل الأسعار من ارتفعها وكنافة غصب عنهم دم يرفعوا يعني لأن كل شيء يريد انتفاع عندهم دم يرفعوا على كنافة بس ما نقول غير حسب الله ونعم الوكيل وخلص إخلاء ستة وستين سائحا والتعامل مع خمس وعشرين حالة غسيل كلا بالإضافة إلى سبع حالات ولادة هي مجموع ما تعاملت معه كوادر الدفاع المدني في مختلف محافظات المملكة خلال المنخفض الجوي الذي انتهت فعاليته محافظات الجنوب كانت الأكثر تأثرا بالحالة الجوية التي كان من أبرز تداعياتها إغلاقوا بعض الطرقات وارتفاعوا منسوب المياه في بعض المناطق إلى التفاصيل مناطق جنوب المملكة كانت الأكثر تأثرا بالمنخفض الجوي وفعالياته التي عطلت مظاهر الحياة العامة في كثير من المناطق جراء تراكم الثلوج في العديد منها ففي محافظة معان وتحديدا في لوائي الشوبك والبترة اشتدت فعاليات المنخفض الجوي مساء الخميس وشهدت العديد من المناطق تراكما للثلوج وإغلاقا لبعض الطرقات وخصوصا الطريق الدولي الرابط بين عمان والعقبة مما أدى إلى انزلاق بعض السيارات والشاحنات وخروجها عن مسارها وبشكل أعاق حركة آليات الأشغال العامة والتي عملت على فتح الطريق والذي شهدت منطقة رأس النقب فيه تكدس مئات المركبات جراء الثلوج المتراكمة نحن معنيين في إدامة السير على منطقة النقب من منطقة المريغة وحتى باتجاه العقبة والعكس أو باتجاه عمان المصرب اللي نازل باتجاه العقبة سالك بالسير بحذر شديد المصرب الصاعد باتجاه عمان سالك لكن عندنا مشكلة الإخواننا اللي في الشحن بمشوا بطريقة مزدوجة لدرجة أنهم بعيقوا حركة آلياتنا كما شهدت محافظة الكركي والطفيلة تساقطا كبيرا للثلوج ما استدعى تعامل الجهات المعنية مع كثير من الحالات التي نتجت عن الحالة الجوية وقد أبدى المواطنون رضاهم عن أداء الجهات المعنية في عملها نشكر رب العالمين على هذه النعمة اللي أدام عليها نعمة الثلج نشكر بلدية القادسية لأنه يعني الصحيح ما بيشتغل في القادسية أو في هذه الظروف إلا بلدية القادسية عتب لنا كبير على أشغال الطفيلة لأنه ما شفنا ولا جراف من أشغال الطفيلة ما فيه إلا صيارتين البلدية هنا قيمات في الواجب بعد جرافتين وكمان الشكر الخاص لرجال الدفاع المدني اللي بقون مع تأمين المواطنين للمناطق الأعلى في المنطقة القادسية حتى يسمى تأمينها مركز أو مراكز الدفاع المدني ومراكز الأمنية لغاية لواء بصيرة بدورها عاملت الجهات المعنية على فتح غرف للعمليات للتعامل مع الهطول الثلجي وتراكماته تم فتح غرفة عمليات في بلدية القادسية على مدار الساعة من مساء يوم أمس الحمد لله زي ما تشايفين تراكمات وهطول الثلوج كوادر البلدية على هبة الاستعداد تامي تم فتح الطريق لا أكثر من مرة وشايفينه بطولات قاعدة بتسكر الطريق أول بأول تم التعاقل مع جرافات المقاولين محليين لفتح الطرق ويوجد في المنطقة المجنزرة لمثل هذه الحالات في الحالات التي يصعب الوصول لها في السيارات العادية الدفع الرباعي وكم تجهيز غرفة الطواري بخمس قطوط تم تجهيز غرفة العمليات بخمس هواتف أرضية زائد خط خلوي زائد اتصالات عن طريق مركز الأعطال الموجود في الإدارة الرئيسية في عمان ومن المظاهر الأخرى التي سببها المنخفط إنقاذ كوادر مديرية أشغال الطفيلة لخمسة عشر سائحاً علقت مركباتهم على طريق الرشادية حيث تم تأمينهم ونقلهم إلى وجهتهم محمية ضانا الثلوج في جنوب المملكة تباينت ارتفاعاتها حيث سجلت في بعض المناطق ارتفاعاً بلغ أكثر من خمسين سنتيمتراً بالإضافة لتشكل الضباب في بعض المناطق في حين دعت الجهات الرسمية المواطنين في المناطق التي شهدت تساقطاً للثلوج إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى قدم موقع تقص العرب اعتذاراً يوم أمس تبعه اعتذار آخر من دائرة الأرصاد الجوية اليوم عن الخلل في التنبؤ للحالة الجوية التي كان من المفترض أن تؤثر على شمال ووسط المملكة وذلك بالحديث عن جبهة هوائية محملة بالسلوج تؤثر على تلك المناطق وهو ما لم يحصل وأحدث إرباكاً للحياة العامة يوم أمس تعمل كوادر الدفاع المدني في هذه الأثناء على إخماد حريق شبه في مستودع تابع لإحدى شركات المواد الغذائية بمنطقة المجابلين جنوب العاصمة عمان وفقاً لما صرح به مصدر في الدفاع المدني وبحسب المصدر لم تقع أي إصابات بشرية جراء الحريق الكبير في حين غطت المنطقة سحابة كثيفة من الدخان وقال المصدر إن أسباب الحريق غير معروفة وقد فتحت الأجهزة المختصة تحقيقاً في ملابسات الحريق أخوانكم بالدفاع المدني يكافحوا بحريق شبه مستودع في حوالي 40 ألف كرتونة شبه لغاية الآن سبب الحريق غير معروف إن شاء الله بعد ما يتم السيطرة عليه رح نقوم بعملية التحقيق بسبب الحريق لكن الآن زي ما تشايف إن شاء الله ما في إصابات بشرية ما في إصابات الأرواح هي الخسائر المادية تمت السيطرة على حوالي 70 إلى 80% من الحريق مهم عندنا جداً أنه ما ينتشرش إلى باقي المصنع إثنى عشر عاماً مرت على انطلاق المقاومة الشعبية للجدار والاستيطان في قرية بلعين غرب مدينة رمالة المحتلة وأهالي القرية والنشطاء ما زالوا يواصلون الخروج كل يوم جمعة للمطالبة باستعادة أرضهم التي صادرها الاحتلال الإسرائيلي المزيد في التقرير التالي في الذكرى الثانية عشر لانطلاق المقاومة الشعبية في قرية بلعين أكدت القرية الوقعة إلى الغرب من مدينة رمالة المحتلة على استمرارية نهجها في مقاومتها للإستيطان الذي يلتهم أراضيها والجدار الممتدة على مساحة شاسعة من ترابها الفلسطيني لكل مرحلة الشكل المواتي الشكل المناسب خلال هذه المرحلة تحديدا التي يصرخ الشعب الفلسطيني بها يا وحدنا والأمة لديها أولويات أخرى من أجل ذلك الخيار المقاومة الشعبية هو الخيار المواتي والمناسب الآن ولا شك على الإطلاق بأن هذا الخيار حقق الكثير من الإنجازات هنا في بلعين اليوم لنا كلمة واضحة بعد هذا الصلف الإسرائيلي بعد هذا الموقف الإسرائيلي الواضح جدا الذي يدفن حل الدولة الفلسطينية جئنا لنقول في هذا الجمع لا سنكسر نتينياهو في هذه القضية عبر كل الوسائل عبر كل المقاومة الشعبية والمقاطعة وكل الوسائل المتاحة هذا النهج الذي حقق الكثير للقرية ومواطنيها ممن استطاعوا إعادة الجدار إلى الوراء مئات لمتار مستعدين مساحة كبيرة من الأراضي التي كانت مصادرة بدعوى وقوعها خلف جدار ضم والتوسع فيما كانت نية الإسرائيلية ضمها لمستوطنة كريات سيفر المقامة على أراضي الفلسطينيين من سكان القرية أنجزنا في إزالة مصاري الجدار القديم إعادة ما يقرب ألف ومائتي دنم هذه الأرض التي نتجول بحرية الآن فيها وأيضا الغينة مخطط كانت معظم هذه الأراضي مخطط أن يكون فيها هناك مستوطنة كبيرة في هذه المنطقة تم إلغاء ذلك وبالتالي كنا بأن المقامة الشعبية بالإرادة بالتحدي بالصمود يمكن لها أن تحقق وإذا ما بالمقارنة أو إذا ما كنا بالعين هذه الكرية الصغيرة التي أنجزت وحققت يمكن لها أن تنجز إذا ما كانت شاملة في كافة أنحاء الوطن بعد 12 عاما من المقاومة الشعبية التي يتخذها الفلسطينيون واحدا من السبل المتاحة لمقاومة أقدم احتلال في التاريخ يأتي تأكيد فلسطيني على الوقوف بوجه كل القرارات العنصرية الإسرائيلية التي تبيح أرض الفلسطينيين للاستيطان وتشرعنه من قرية بالعين غرب مدينة رمال المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا ونبقى في فلسطين المحتلة حيث ما زالت مدينة القدس وأحياؤها تتعرض لانتهاكات مستمرة تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحي عويس يعد من أكثر الأحياء تعرضا للانتهاكات التي كان آخرها إغلاق الشارع الرئيسي للحي ببوابة حديدية تعيق حركة المقدسيين وتزيد من معاناتهم حي مغلق شارعه الرئيسي ببوابة حديدية وتواجد شرطي استفزازي بشكل دائم لتثقل حكومة الاحتلال كاهل أهالي حي عويس بانتهاكات مستمرة بحق الحد الأدنى لمقومات حياتهم الأساسية أضرار جمى تؤثر على معاناتهم اليومية والتي بدأت منذ عامين بشكل تدريجي حتى تم وضع بوابة أغلقت الشارع بشكل تام لحماية القبور اليهودية المقامة على مدخل الحي للأسف دولة إسرائيل بتحافظ على الأموات وعمالها بتموت اللي الطيبين اللي هم موجودين عمالها بتموتهم بتحافظ على الأموات اللي موجودين عندها وانحقها بس برضو مش منحقها كمان إحنا حقوقنا ننتاج إحنا عمالنا منعاني عنا كبار رسن عنا ناس بيغسدوا كرة عنا ناس كذا ما منقدر نوصل عمالنا يعني لو صار عنا حريق هان بتولع الدنيا وموان بتوصلنا للفاتح من هان لأدس لشارع صلاح الدين تلدها اليوم بياخد نساعة ساعة ونص مبالغ طائلة يدفعها أهالي الحي بشكل سنوي لبلدية الاحتلال للحفاظ على نظافة وسلامة الحي لكن هذه هي النتيجة تراكم نفايات وانعدام الخدمات فبلدية الاحتلال لا تزور الحي سوى للمطالبة بالضرائب أو مداهمة المنازل وتسليم إختارات لهدمها أرنون مندفع مياه مندفع بلدية مندفع مرقصين مؤمنين لا مجاري لأوادم ولا مياه للشوارع كما ذا الأوادم وتسليم شوارع تنين البلدية تباقوا مننا بس مصاري التبزاز مزبلة هوني مزبلة هوني مزبلة هوني بعدين معبرت مياه ما فيش تسليم شوارع ما فيش ندفع أرنون لإيش إذا أنتو يا البلدية بتكوشي تتعاون معنا من واقف الأرنون حكومة الإسرائيلية بتجينا كلهم هوني بتفقد علينا هذه بتخش هذه بتخش على الضار هذه وع الضار هذه وع الضار هذه وع الضار هذه بيرعبوا أولادنا بيرعبوا بناتنا طب ليش عمشوا بتاويين يطالب أهالي الحي جميع المؤسسات الدولية بالتدخل لإيجاد حلا للوضع اللا إنساني الذي يتعايشون معه يوما بعد يوم ضمن سياسة العقاب الجماعي وعزل الأحياء المقدسية من القدس المحتلة آية الخطيب رؤيا أبرز الأخبار العربية والعالمية نص تعرضها في جولتنا حول العالم ومنها مقتلوا وإصابة عدد من الجنود المصريين في سيناء وتعرضوا موقع مرشح الرئاسة الفرنسية ماكرون إلى قرصنة معلوماتية قتل وأصيب أكثر من 12 جندياً وضابطاً مصرياً إثر انفجار عبوة ناسفة وسط سيناء وفقاً لما أعلنته مصادر عسكرية مصرية وبينت المصادر أن إرهابيين تابعين لتنظيم بيت المقدس فجروا العبوة الناسفة عن بعد في مدرع كانت تمشط طريق مركز الحسنى وسط سيناء قرب مصنع الأسمنت هناك أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن مقتل تسعة أشخاص مسلحين في منطقة العجيبة على بعد أكثر من 100 كيلومتر جنوب شرق العاصمة الجزائر وكانت قيادة الجيش هناك قد أعلنت عن مقتل خمسة مسلحين يوم الأربعاء الماضي في ذات المنطقة وضبطت خلالها خمسة أسلحة رشاشة من نوع كلاشنكوف يعقد وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر اجتماعا يوم الأحد المقبل في تونس لمناقشة تداعيات الأزمة الليبية الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام رئيسها السابق معمر القذافي عام 2011 وقالت وزارة الخارجية التونسية إن الاجتماع يندرج في إطار تجسيد مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الهادفة إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا دون تقديم أي تفاصيل حول هذه المبادرة حث رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير كافة البريطانيين المؤيدين لالتحاد الأوروبي على إقناع من صوتوا لصالح بريكسيت بتغيير رأيهم وقال بلير إن هذا ليس هو الوقت المناسب للتراجع وعدم المبالات أو اليأس إنما هو وقت للنهوض والدفاع عن الأمور التي نؤمن بها لصالح البلاد على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في مدينة بون الألمانية عقد وزيراء الخارجية الأمريكية والصينية اجتماعا على انفراد في أول لقاء على هذا المستوى بين البلدين منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وتركز اللقاء على بحث نقاط التوتر بين البلدين على خلفية الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وأمور تجارية أخرى تعرض موقع حملة المرشح الوسطي للانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى هجمات متكررة من قبل قراصنة جلهم من أوكرانيا وندد المرشح للرئاسة الفرنسية ماكرون بهذه الهجمات التي تنشر الإشاعات والتشهير على موقعه إلا أنه قال إن الانتخابات الفرنسية ليست مزورة حفل الموسيقار العالمياني قائم في موعده في منطقة العقبة بشهر نيسان المقبل ولم يتم إلغاؤه هذا ما أعلنه رئيس منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدي فقد بيّن شريدي أن سلطة العقبة ستدعم الحفلة بسلفة مالية مشروطة على الشركة المنظمة وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أصدرت بيانا أكدت فيه أن تقديم الدعم إلى حفل الموسيقار العالمياني في العقبة والذي يقوم على تنفيذه القطاع الخاص مشروطا وفقا لقرار مجلس المفوضين بتحقيق دخل مالي يفوق كلفة المساهمة فيه وهي 100 ألف دينار حصيلة بيع التذاكر وأوضحت السلطة في بيانها أن هذا الحفل هو الأول من نوعه في العقبة وأن مجلس المفوضين اعتبرت دعم سلفة ستتم استعادتها من بيع التذاكر والدعم الذي تقدمه المؤسسات والشركات السياحية المعنية بإقامة هذا الحفل افتتح قاضي القضاء عبد الكريم الخصوني الممنى الجديد لمحكمة استئناف إربد ومكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في مجمع المحاكم الشرعية بمحافظة إربد وقال الخصوني إن رؤية دائرة قاضي القضاء المستقبلية ترتكز على تحسين بيئة التقاضي بما ينعكس إيجابا على الأداء والإنجاز وأشار الخصوني إلى أهمية وجود مكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري حيث تم تخصيص طابق كامل في مبنى مجمع المحاكم الشرعية لهذا الغرض من أجل تكريم الأسرة وإصلاح الأسرة والإرشاد الأسري لا بد من إيجاد مركز للإصلاح الأسري والتوفيق والإرشاد بين الزوجين سواء كانوا بعد الخصومة أو عند الخطوبة أيضا وهذا الإصلاح الأسري يعطي تكريم للأسرة الأردنية أنه هناك جلسات خاصة مع أصحاب الإختصاص ومنهم القضاء الشرعيين وأعلماء الشريعة والباحث الاجتماع وبعثهم متخصص في علوم النفس من أجل أن يدرسوا حالة الأسرة لأنه نحن تعرف بأن نسبة الطلاق أخذت تزداد ولذلك من أجل إنهاء هذه النسبة حقيقة سيكون للإصلاح الأسري تخفيف ممكن أن يكون أكثر من ثلثي حالات الطلاق بعد انتهاء العمل بالطريق التنموي في مدينة معان تركت الأعمال الإنشائية وراءها سلبيات كثيرة من أبرزها أنقاض ومخلفات وتلوث بصري إلى التفاصيل يشكو مواطنون وسائقون في مدينة معان من وجود مخلفات صيانة الطريق التنموي الواصل بين مدينة معان وقضاء الجفر وأكبر مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى المنطقة أعتقد أن هذا الطريق مهم وإحنا في موقع استراتيجي وجود مثل هذا هو تلوث بيء تلوث بصري بأثر على المنطقة بصفة عامة على أي شيء الأنقاض الخلفي إلى حوالي ثلاثة وأربع سنوات وهذه يعني لازم تنشال والله يمو منظر يعني حتى وأنت ماشي في الأيل تحكس عليك يعني مجوز تسبب حوادث تظهر هذه المخلفات على شكل أنقاض موزعة بشكل عشوائي على جانبي الطريق الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها مدرية أشغال محافظة معان مستعدة لتصويب الوضع ضمن الإمكانات المتاحة نحن إن شاء الله كمدرية أشغال محافظة معان سأقوم أنا شخصيا غدا بالكشف على هذا الموقع ودراسته من جميع جوانبه إذا كانت هذه المخلفات تؤثر على البيئة وعلى المنظر العام على الطرق الخارجي وكون هذا الطريق هي طريق نافذ بحدود الحدود السعودية إن شاء الله سوف نقوم بإزالة هذا الأنقاض وبأسرع وقت ممكن إن شاء الله يذكر أن هذا الطريق التنموي أنشأ بدعم من شركة تطوير معان وطرح عاطاؤه عن طريق وزارات الإشغال العامة والإسكان ليشمل على توسعة الطريق والجسور وتحسين تقاطع الجفر وبكلفة زادت عن العشرة ملايين دينار أحمد العجلوني رؤيا أكثر من أربعين عاما مضت على اتخاذ الهيئات العامة في النقبات المهنية قرارات بتأسيس صناديق تقاعد وتكافر اجتماعي أعداد المنتسبين لهذه الصناديق كانت حين ذاك ضائلة وكان الشباب أغلب المنتسبين إليها ما جعل القائمين على تلك الصناديق يصممون برامج للتقاعد والتكافر الاجتماعي مستندين إلى تلك المعطيات ولكن بعد مضي كل هذه السنين ودخول من كانوا شبابا في مرحلة الكهولة انكشفت حقائق تشير إلى أن صناديق النقبات المهنية تعاني من اختلالات هيكلية وتحتاج إلى إصلاح حقيقة وضع صناديق التقاعد والتكافر الاجتماعي والحلول المقترحة لواقعها نرصدها في ملف الأسبوع في البدء كانت الفكرة جنينية ونبيلة مهنيون من أطباء ومحامين ومهندسين وغيرهم تداعوا وقرروا تأسيس صناديق تقاعد في نقاباتهم لحماية أنفسهم من غوائل الزمن غير أن الدنانير القليلة التي جمعوها قبل عقود أصبحت اليوم ملايين مقابل ذلك أمست التزامات هذه الصناديق ملايين أيضاً نظام صندوق التقاعد في نقابة المهندسين صدر في عام 73 كانت عداد المهندسين في حينها بضعة ألاف وكل المهندسين أعضاء النقابة كانوا أعضاء في الصندوق النظام الصندوق جرى عليه ست تعديلات أول تعديل كان بال86 اللي انتفت فيها جبرية الاشتراك وأصبحت اختيارية لكن التعديلات المهمة والمدمر للصندوق كانت بعد التسعة وتسعين ظهرت هذه الصناديق قبل أكثر من مصقر يعني قبل ظهور الضمان الاجتماعي بعشرين سنة لبت حاجات القطاع اللي في وقتها ما كان عنده حماية اجتماعية في المساحة الواقعة بين رغابات انتخابية للمجالس المتعاقبة وقلة الخبرة وانعدامها أحياناً تضاعفات قيمة الرواتب التقاعدية من دون أن ترفع قيمة أقصات الاشتراك في هذه الصناديق وهو ما خلق فجوات تنذر بعواقبة وخيمة إن لم تجرى جراحات علاجية بالتسعة وتسعين ارتفع الراتب التقاعدي دون تعديل الأقصات التقاعدية لأغراض انتخابية هذا الكلام تم وبعدها بالألفين واثنين والألفين وسبعة جرى استحداث شرائح جديدة بما أنه كان الصندوق مرتاح ما حبوا في هذه الظروف أن يحمل المهندسين أقصات تقاعدية جديدة الآن أصبح بما أنه أصبحت نقطة التعادل الثانية قريبة جداً والثالثة أبعد قليلاً فكان من الواجب أن المهندسين يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه هذا الصندوق الاختلالات في صناديق النقابات كانت بائنة لمن أراد أن يرى بيد أن الأزمة الاقتصادية العالمية وتكابد الأسهم المتداولة في البورصة خسائر كبيرة كل ذلك كشف عن واقع لا يمكن تجاهل تفاصيله خلل الرئيسي والأساسي في الصندوق منها مصاريف عالية، سوء استثمارات، سوء استثمارات، مضاربة بالأسهم في المضاربة بالأسهم كانت خسائرنا المباشرة أكثر من 20 مليون ظروف كثيرة أبرزها طبعاً التراجع الاقتصادي بالأردن انخفاض قيمة الأسهم اللهيب الذي تمر فيه المنطقة بشكل أو بآخر أيضاً عدم السيطرة على النفقات بشكل جميل الصندوق دائماً معرضة لعواصف بسبب أيضاً المشاكل الاقتصادية مضاربة صندوق النقابات بالأسهم حققت في سنوات سابقة عوائد كبيرة لكن الاستثمار في هذا الحقل محفوف بالمخاطر إضافة إلى ابتعاده عن الدور الوطني المفترض أن تلعبه هذه الصندوق في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني وهو ما دفع نقابة الأطباء قبل عقدين إلى اتخاذ قرار بالتخلي عن هذا النوع من الاستثمار حدثت خسارة في السوق المالي مثل أي مؤسسة أخرى هذه الخسارة جعلت الهيئة العامة تأخذ قراراً بعدم الاستثمار في السوق في الأوراق المالية أو بأي جانب آخر ما عدا الأراضي في الصندوق نقابة المهندسين كانت أرباحه التي حققها في فترة معينة بسبب السوق المالي استطاع أن يقفز ويحقق قفزات هائلة من الدخل النقابات المهنية التي تمتلك صندوق غنية تجري دراسات اكتوارية دورية لوضع صانعي القرار فيها أمام الخيارات المتاحة الكفيلة بمعالجة الاختلالات وحماية أموال الأعضاء بيد أن العلاجات غالباً ما تأتي متأخرة إن جاءت ابتداء تم عمل دراسة اكتوارية قبل حوالي بجوث ثمان سنوات وتم بناء عليها زيادة الرسوم وقالوا الحل الوحيد هو زيادة الرسوم وافقت الهيئة العامة في ذلك الوقت على زيادة الرسوم عشر دنانير صندوق التقاعد في نقابة المهنسين هناك عبارة عن إلزامية لعمل دراسات اكتوارية عملت دراسة اكتوارية حديثة الآن في عام 2013 يعني أحيل العطاء ونتيجة الدراسة الاكتوارية تم تقديم مخترح أولي من قبل أو اختراح من قبل نقابة المهنسين والهيئة العامة رفضة طول الارتفاع قيمة الأقصاد التقاعدية الآن المجلس طرح معادلة جديدة وأقصاد التقاعدية بحيث أنه ما تزيد بأي حال من الأحوال عن 45% عن قيمة القصد الحالي الخلل لا يتوقف على التباينات بين قيمة الأقصاد وقيمة الرواتب التقاعدية بل يتعدى ذلك إلى تباينات واضحة في تقييم المرحلة التي تمر بها هذه الصناديق وأرقام موجوداتها ونفقاتها وقدرتها على الصمود بالـ 2005 كانت الاشتراكات 10 مليون بالـ 2014 صارت 20 مليون الرواتب التقاعدية كانت في الـ 2005 4.5 مليون في الـ 2014 صارت 20 مصاريف الصندوق في الـ 2005 كانت نصف مليون في الـ 2014 2.5 مليون الدرس الاكتواري كان يتكلم عن عجز اكتواري نص مليار نقابة المهندسين في العام الماضي دفعت حوالي 26 مليون دينار رواتب تقاعدية هذا الصندوق كان في عام 1985 قيمته 3.5 مليون دينار الآن قيمته حوالي قيمته الدفترية 210 مليون دينار إذا بتعمل معدل بسيط لنسبة الروح هم تحكي عن 6.5 إلى 7% في ظلال المشهدية تحدث النقابيون عن اغتلالات أخرى قد يحتاج إثبات صحتها إلى أكثر من مجرد الاتهام دخلت النقابة وساهمت في الشركة وأخذت السيطرة فيها وقدرناها ممثلي النقابة كانوا يتقاضوا مكافآت وامتيازات عالية والشركة تخسر فيه تكسب من وراء موضوع الصندوق وتمثيله في الشركات أحد جمال أنا يمثل صندوق التقاعد في إحدى الشركات يتقاضى بحدود 100 ألف دينار أتعاب نظرياً يحتاج الأمر لكي تفلس الصناديق التي تشبه صناديق النقابات وتنهار إلى اشتراطات موضوعية فأين تقع صناديق النقابات محور الحديث بالنسبة لهذه الاشتراطات؟ منذ أربع خمس سنوات أو ست سنوات بلش يظهر هناك عجز في صندوق نقابة الأطباء سببه ابتدأ بحوالي 200 أو 400 ألف دينار ثم ازداد لـ 800 ألف ثم لـ 1.800 ألف السنة الماضية وضعنا في الصندوق وضع خطر نحن دخلنا في مرحلة نقطة التعادل الثانية النقطة التعادل الثانية بمعنى بدأت تآكل رأس المال الحقيقة أنه صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي بالنسبة لنقابة الأطباء وحتى لنقابة المهندسين يمر الآن بمرحلة التأكل في عناقب استقوات أصلاً ما عندها صناديق تقريباً أو صناديق حديثة إلى عمرها سنة أو أقل فهذا يعني لا يستطيع الآن تقيم تجربته بقية النقابات تقسم لنوعين في عنا نقابات صناديقها متعثرة تقريباً وفي عنا نقابات صناديقها إلى الآن قايمة بواجباتها كما أن هناك تباينات واضحة في تشخيص حال صناديق النقابات المهنية هناك تباينات في أساليب معالجة الاختلالات فيها معالجة الاختلالات اقتراحنا كان بأنه يعتمد تشكيل لجنة من خيرة المهندسين أكفاء مرجعيتهم الهيئة العامة بمطلق الصلاحية لدراسة وضع الصندوق ووضع الحلول يجب العمل والسعي على إعادة العضوية للأطباء المشطوبين وهذول بيبتلوا حوالي 40% إلى 50% من الأعضاء المشتركين في نقابة الأطباء أما الحلول المقترحة يمجد نوعاً من الحلول حلول ناعمة وحلول خشدي حلول إن شاء الله ما نلجأ للحلول خشدي لكن حلول ناعمة طلب زيادة الاشتراكات والبحث الحل الثاني البحث عن مصادر إضافية لدعم الصناديق من الأعضاء ثالثاً توجيه الاستثمار نحو السندات الحكومية دمج جميع الصناديق المهنية في صندوق واحد أما الاختراح الآخير وهو الاختراح النهائي بعد استنفاذ جميع الفرص يجب دراسة دمج جميع هذه الصناديق ضمن نظام الضمان الاجتماعي العام صناديق النقابات المهنية تقف اليوم على مفترق طرق فإما أن تهب هيئاتها العامة وتدفع مجالس إداراتها إلى اتخاذ إجراءات وتدابير حماية لمنع تآكل مدخرات المهنيين واجتراح آليات مبتكرة كفيلة باستمرار هذه الصناديق واستمرار المهنيين في الاستظلال تحت صقفها الدافئ أو الانكشاف في زمن الانكشاف فيه أمام البرد القارص غير محتمل مبادرة إنسانية محلية أطلقت عشر شاحنات تحمل مساعدات إلى عدد من الأسر العفيفة في محافظة معان ومنطقة الأغوار الجنوبية التفاصيل في هذا التقرير مبادرة تحت عنوان مسار الخير أدفها مساعدة الأسر العفيفة المحتاجة في مرحلتها الأولى والتي انطلقت من محافظة الطفيلة وصولا إلى معان وثم إلى منطقة الأغوار الجنوبية للحد من ظاهرة الفقر حبينا نقدم عملنا التطوعي لأنه بيزرع ويأسس لمواطنة لحب بلدنا اليوم الأردن اللي عم بيمر بهذا المحيط المرتابي اليوم احنا عم نقدم هذا الشيء لأنه بيعزز من حبنا لبلدنا ومن عشقنا لهذا التراب اللي احنا بالنسبة لنا كشباب اليوم هذا بيعزز كثير من شبابنا اللي اليوم ممكن يقدم شيء إيجابي للبلد تجربة رائعة صراحة لي وأضافت كثير بالنسبة لي لأنه فتحت لي الباب أني أشوف كيف عن جد احنا عايشين وكيف أهلين عايشين وقدش هم بحاجة للناس يجوا يقدموا لهم وكثير بحاجة لمعونات ومساندات ومساعدات في كثير منهم بحاجة لأبسط الإشياء اللي احنا ماخدينها بالنسبة لنا إشي كثير عادي المبادرة كانت تحت إشراف ودعم عدد من فاعلي الخير والجمعيات الخيرية المختلفة حيث تم نقله عشر شاحنات محملة بمساعدات إنسانية لتغطية احتياجات الأسر المحتاجة والفقيرة هذه الحملة باعتقاده هي ترجمة حقيقية لأمرين أمر الأولاني هو وجود فعلا الخير والبركة في شبابنا اللي عندهم غيرة وعندهم حس وطني بهاي البلد الأمر الثاني المهم أنه هاي ترجمة حقيقية للعايش المشترك في بلدنا هذا مش عايش في مايكات ولا بمؤتمرات ولا بصلاة فنادق لكن هو عايش حقيقي نشعر فيه كلنا مع بعض مسيحي ومسلم بهذه البلد بالأردن تجسدت هذه القافلة تجسد فيها روح التعايش بين أفراد هذا المجتمع الحر الطيب الكريم فنحن بالتعايش نسعد مجتمعنا ونسعد وطننا مبادرة مسار الخير مستمرة بعطاء داعميها لمساعدة المحتاجين وغضاء حاجاتهم الأساسية فالأيام المقبلة ستكون في محافظات الشمال لتستهدف أكبر شريحة ممكنة من الأشخاص المحتاجين ومساعدتهم من محافظة الزرقاء يوم أمس هذه المشاهد واللقطات وبلا تعليق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة